موسيقى بسم الله أبو الإبن وروحه الكدس الإلهي الواحد أمين هقرأ معاكو بضعة آيات من الأصحاح الخمسة وعشرين من سفر العدد لموسى النبي بركاته على جميعنا أمين من أول آية ستة وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون عند باب خيمة الاجتماع فلما رأى ذلك فنحاس بن العزر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعنك ليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها فامتنع الوباء عن بني إسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء أربع وعشرون ألفا فقال الرب الموسى في نحاس ابن العزر ابن هارون الكاهن قد رد سختي عن بني إسرائيل بكونه غارة غيرتي في وسطهم حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي لذلك قل ها أنا زا أعطيه ميثاقي ميثاك السلام فيكون له ولنسله من بعده ميثاك كهنوت أبدي لأجل أنه غارة لله وكفر عن بني إسرائيل وكان اسم الرجل الإسرائيلي الذي قتل مع المديانية زمري بن سالو رئيس بيت أبن من الشمعونيين واسم المرأة المديانية المقتولة كوزبي بن تسور هو رئيس قبائل بيت أبن في مديان مجدل السالوس الأقدس الآب والابن الروح الكدس الآن كلها نظر دور أمين أهلا بكم جديد دي حلقة جديدة في سلسلة المجهولون في الكتاب المقدس وإحنا اتفقنا أن دي طريقة من طرق دراسة الكتاب المقدس أن ناخد شخصيات مش معروفة أو المعلومات المتاحة عنها أو متوفرة عنها إليلة وبنسلط الضوء عليها من أكتر من جانب ومن خلال الشخصية المجهولة أو الشبه المجهولة دي بنتفرع شوية في بعض الأصفار ونتعرض لبعض الشخصيات والأماكن والمواقف فاخترت النهاردة أن أنا أكلمك عن فنحاس ابن العزر المشهور في الكتاب المقدس بالغيرة المقدسة ومرة تانية الجزء اللي أنا قريته ده من سفر العدد الأصحاح الخامس والعشرون ممكن أدي له عنوان هو غيرة بيتك أكلت دي طبعا مفهوم الغيرة ودرجتها وطرق التعبير عنها بيختلف ما بين شخص وآخر يعني بيتحرك أو بينحصر بين التعقل والتهور ما بين الفهم السليم والفهم الخاطئ وشعة واحد يعبر عن غيرته بأنه يرفض حاجة معينة تصرف معين من جواه ويكتفي بأنه مش هيكرره وأحيانا واحد يعلق بشكل لطيف وأحيانا حد يعلق بشكل حاد شوية وشعة يتجاوز التعليق أو رد الفعل لما هو أصعب من كده الغيرة المقدسة مختلفة عن الغيرة التي ليست حسب مشيئة الله زي ما القديس بولوس الرسول ذكر يعني موقف مثلا حد يلاقي صحن الكنيسة يعني مش لائق أو يمحتاج يتنظف مثلا فيثور ويوبخ واحد تاني بهدوء ياخد مكنسة وينظف المكان هذه بعض من الردود أو اتنين من الردود الأفعال تجاه موقف اتنين شفوه القصة هنا رغم كل اللي عملوا ربنا مع بني إسرائيل إلا أنهم كانوا أحيانا بيبقوا غلاز الرقبة وبينما أرض الموعد قدامهم بيعبدوا الأصنام أما في نحاس نفسه معنى اسمه فم النحاس وفي المصري عندنا معناه نوبي هو في نحاس ابن العزر من بنت فوطئيل ويعتبر حفيد هارون ابن عمران مذكور طبعا في سفر الخروج أصحاح 6 آية 25 ونقرأ في أخبار الأيام الأول أن ابنه اسمه أبي شوع ده في أخبار الأيام الأول أصحاح 6 آية 4 ومتكرر في آية 50 لما كان أبوه العزر اللي هو أبوه فنحاس رئيس للكهنة كان فنحاس نفسه رئيس لحراس أبواب خيمة الاجتماع زي ما قرينا في العهد الجديد عن قائد جند الهيكل زي ما بنشوف أيامنا بشكل مشابه شوية اللي هو خدمة الكشافة داخل الكنيس لكن كان فيه حراسة داخلية داخل الخيمة وداخل هيكل بعد كده ومذكور طبعا وظيفته ديه في أخبار الأيام الأول أصحاح 9 آية 5 لكن سبب شهرته الكبيرة بعد كده كان بسبب غيرته الشديدة بل أنه أصبح رمز للغيرة المقدسة على مدار تاريخ اليهود ده بعضهم ظن أنه أخو إليه النبي أو روح إليه بسبب شجعته وغيرته المقدسة إيه الحدثة بقى الأشهر اللي خلت فنحاس معروف بالغيرة المقدسة أو رمز للغيرة المقدسة بني إسرائيل كانوا سقطوا في الخطية مع بنات موقاب ومديان لما فشلت محاولات بلعام بضبعور في لعن الشعب بل أنه دافع عنهم وربنا أرسى الملاك يقف قدام بلعام ويمنعهم من الزهاد يعني ربنا بيدافع عنهم كانوا هم في الواقع يعني بسبب الضعف البشري بيخنوه يعني ما صح بلعام بلعام نصيحة شريرة إيه النصيحة الشريرة؟ قالوا ربنا واقف معهم طول ما هم محتفظين بقدستهم وطهرتهم ومخانهوس طبعا الزنا خيانة سواء الزنا الجسدي أو الزنا الروحي والزنا الروحي يقود للزنا الجسدي بلتين يقودوا البعض وصدع أكثر يعني العلم وريجانوس بيعلق على دا ويقول إيه هو ذا الشعب لا ينتصر بقوته ولكن بالعبادة وحياة الطهارة إذا أردت أن تهزمه ابدأ بهدم طهارته فينهزم بأسلحته إنه ينهزم بالجمال النسائي لا بقوة الجيوش بنعومة النساء لا بصلابة رجال الحرب استبع الرجال الحرب واحضر الجميلات يسرنا ويرقصنا ويصفقنا فإن الجمال ينزع الأسلحة عن المحاربين الذين لا يقهرون في الحرب يسرعون بالجمال ومتنسوش حضراتكم إن في الحروب الكبيرة الأشهر كان فيه كتيبة من السيدات ممكن يتسببوا في إخضاع أو إسقاط القادة المؤثرين في الحروب وفيه جيوش كتير إن هذا مدد بسبب تدخل النساء على هذا النحو الذي ذكرته والذي يعلق عليه العلامة أوريجانوس كتير قوي تاريخ الحروب مليان بقصص من هذا النوع بدرجة أن بعض المتطوعات كانوا بيعرضوا هذا النوع من المساعدة في الحروب أو المشاركة في الحروب لحساب بلادهم طبعا غير مقبول طبعا لكن أنا أقول اللي حصل مش بقيمه وحصل وسقط الشعب لأن المؤبيات لما لقوا أن الرجال تركوا نفسهم للشهوة لم يخضعنا أنفسهن للرجال دول إلا بالمشاركة في عباداتهن الوسانية فخ يعني يستمينوا الرجال لكن لا يخضعوا ليهم إلا لو شاركوهم في العبادة الوسانية فخوا خطة شيطانية فعبدوا بعل فغور بعل فغور معناها سيد الفجور أو سيد القبائح فسقطوا في السناء الشهير الزنا الروحي والزنا الجسدي الأصنام والزنا وحضرتكم تعرفوا أن الكنيسة بتسمح بالطلاق لسبب الزنا سواء زنا روحي أو زنا جسدي زنا روحي يعني حد يخون المسيح ويتبع آخر وزنا الجسدي بيفصم العلاقة والاتحاد بين الجسدين اللي تم في سر الزيجة بحلول الروح القدس فالبنات دول دعوا الشعب إلى زبائح الآلهة بتاعتهم فأكل الشعب وسجدوا لآلهة هن آلهة البنات دول ده مذكور في نفس الأصحى اللي أنا قريب منه بس آية اتنين فحمي غضب الرب على الشعب فأمر موسى بقتل وأساء الشعب لأنه من المؤكد إن ليهم دور سلبي إما بالاشتراك الفعلي أو عدم العمل على منع ده وهنا عايز أشير لقطة مهمة إن المسؤول يحاسب على كلامه ويحاسب على صمته أي أن كان موقع المسؤول ده وقلت أكتر من مرة إن صمت الكائن يعد تشريعا فإن كانت الشريعة تؤخذ من فم الكائن من فم الكائن تطلب الشريعة حسب ما الكتاب قال فمن صمت الكائن أيضا يأتي تشريعا طالما شاف حاجة وسكت يعني هو مش موافق عليها أو مش معترض عليها من ذلك ترقى الأباء دايما يعلقوا بلطف على أي حاجة غلط يشوفوها يبقى هو سجل إنه معترض على التصرف ده هو شاهد الحق بحسب الموقف نفسه ساعة بينه وبين الشخص وساعة لو الخطأ عالمي لازم علما يوبخ الخطأ ده زي ما حصل مع يوحن المعمدان يوحن المعمدان لأن الخطأ كان معروف كان كل ناس عارفين إن هيرودس وهيرودية مخطئين فلذلك كان ما يضيعش فرصة علشان يقول لا يحل لك مسئولية طالما قبل الشخص مسئولية فمن ضمن المسئولية دي أو مسئولياته إنه يعلق على لو في حاجة خطأ ضربا الرب الشعب الوباء ولم يمنع الوباء إلا بعد أن غارة في إنحاص غيرت الرب ومات من الشعب 24 ألف قديس بولوس الرسول إلى ذلك أشار قائلا ولا تزدي كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23 ألف ده مذكور في الكنص الأولى أصح 10 آية 8 البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية القديس بولوس الرسول سمى الولاين دي اللي اشترك فيها رجال إسرائيل مع بنات المؤابيات والمديانيات سماها مائدة الشيطان تنفكور في الولا عشرة آية 21 خلال فوضى سقوط بني إسرائيل في الخطية جاء أحد القادة إذنه زمري بن سالو وده رئيس بيت في عشائر الشمعونيين ومعها امرأة وسانية اسمها كوزبي بنت سور سور ده شخص قائد يعني ابنة رئيس بيت في مديان ورئيس البيت ده اسمه سور يعني ده سور ده مش المدينة لا ده اسمه شخص نفسه وأكيد كوزبي بنت سور كانت بتجمع بين الغنى والمال وكذلك جه زمري متفاخرا وهو بيقدمها لشعب الشعب بتاعه يعني ويبدو انه كان بيقدمها بشيء من التفاخر او التطول او التبجح يعني وده حصل في حضور موسى النبي والشعب كان موجود كمان الشعب كانوا مجتمعين عند باب خيمة الاجتماع يبكون تائبين ومتوسلين يستمطرون مراحم الرب عشان يرفع عنهم الوباء بيقولوا له ارفع غضبك عنه وهنا غارة في الحاس غيرة الرب واتبع الاتنين الى داخل الخيمة ربما كان في مكان يعني خاص بالناس دول في خيمة الاجتماع وقتل الاتنين فامتنع الوباء بهذا العمل رد الله سخطه عن الشعب وصار في الحاس شفيعا بهذا العمل ليس لان الله يحب الدماء لا طبعا داود النبي بيقول لانك لا تصر بالدماء والمحرقات ولكن بالقلب المصحف بيقول كده كل ما رسل المزمور الخمسين السيد المسيح لما شاف مخالفات في الهيكل وضد ما يليق بهيكل الرب طرد الباع من الهيكل وقلب موائد السيارفة وبعت الحمام وقال مكتوب غيرت بيتك أكلتني التصريح دا غيرت بيتك أكلت موجود في مزمور 69 آية 9 وذكر السيد المسيح في يوحن 2 آية 17 مكافئة ربنا لفنحاس لأن رض غضب الرب ولم يفنى بالتالي بقية الشعب ربنا قال لموسى أقول له ها أنا زا أعطيه ميساقي ميساقي السلام فيكون له ولا نسله من بعده ميساك هنوت أبدي دا في آية 12 وآية 13 عن ذلك يقول داود النبي إذ حسب له الله ذلك برا أو إذ حسب له ذلك برا إلى دور فدور فهم صبور 106 آية 20 وآية 21 ظلت رئاسة الكهنود بالفعل في نسل في الحاس حتى زوال اللي هيكل نفسه يعني حوالي ألفين سنة استمر الكهنود في نسل في الحاس باستثناء أيام عالي الكاهن في صمويل أول 9-14 الفترة دي كان كهنود عالي من نسل آية سامار وانقطع في عهد سليمان واستبدل بصادوق رئيس الكهنة المشهور ورد متح لفنحاس كذلك في وصايا متاتية أبو المكابيين الخمسة في سفر المكابيين وهو بيشجعهم علشان يقوموا السلوقيين ويستردوا الهيكل ويستأنفوا العبادة والعمل بالشريعة زكر لهم يوسف الصديق يشوع بن نون كالب بن يفنة داود النبي والملك إيلية النبي الناري دانيال القوي الحكيم وفي نحاس أبونا قال في نحاس أبونا غارة غيرة الرب فنالها كهنود أبدي اللي قالوا متاتية أبو المكابيين الخمسة مذكور في المكابيين الأول أصحي اثنين آية 48 لآية 70 بقية أخبار فنحاس بعد الحادثة دي خرج أمر الرد للامتقام المديانيين ومضايقي بني إسرائيل فخرج فنحاس على رأس جيش من 12 ألف جندي للامتقام المديانيين فانتصروا عليهم ده في نفس السفر أصحي 31 آية 1 لـ 12 بعد امتلاك بني إسرائيل لأرض كنعان قدوا فنحاس مدينة جبعة جبعة يعني مرتفعة وصميت لاحقا جبعة فنحاس مبنية كمدينة على مكان مرتفعة ده في جبل فرايم أعطيت له ميراس لي هناك على فكرة دفنوا العزر أبوه وده المذكور في أشهوع 24 آية 33 بعد كده في وقت لاحق لما سمع بني إسرائيل أن رأوا بين وجاد ونفس السبت منسة بنوا مسبح على الأردن خافوا بني إسرائيل أن يكون المسبح ده مسبحا شقاقي فبعت وافد باستطلاع الأمر وكان برئاسة فنحاس اللي تأكدوا معه رفاقه أن المسبح أقيم ليكون شاهد للفريقين وبالتالي حقا الدماء وتراجع الشعب عن محابتهم ظنن أنهم أعملوا خيانة آية 28 في عصر عزرة ونحمية عند الرجوع من السابي نقرأ عن البعض من نسل فنحاس من بين الراجعين من السابي عزرة الكاتب نفسه من نسل فنحاس مذكور في عزرة 7 آية 5 وجرشوم مذكور في عزرة 8 آية 2 عايز أقول كلمة أخيرة في غيرة ليست حسب مشيئة الله قال عن القديس بولوس الرسول ومشيئة لليهود لأني أشهد لهم أن لهم مغيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة ده فرومي 10 آية 2 الغيرة المقدسة تدفع الشخص أن يعمل أكثر مما ينتقد تدفع للصلاة أكثر من الإدانة أحياناً واحد بإسم الغيرة بيعصر آخرين وحين بإسم الغيرة يخالف بعض الوصائع وحين بإسم الغيرة يخسر ناس كتير وعلى رأي اللي قال كثيرون زبحوا على مسبح الله والله غير راضي لأنه ليس بزبائح مثل هذه يسر الله بزبائح مثل هذه لا يسر الله فساعات تبقى الغيرة مش حسب مسيئة الله وتحت بقى عنوان الغيرة وتحت أو بسبب أو بمبرر الغيرة المقدسة فيه تراشق وفيه كلمات صعبة وفيه توتر واللي بيحضر النقاش يتوتر ويستغرب جدا ده مفروض يعني اللي بيتكلمه عن ربنا يشيعه السلام اللي بيتكلمه عن المقدسات يعني يكلمه بطريقة مقدسة متنيح البابا السنودة لما كان بيلسم أب مطران للكرسي الأوروشليمي قال أرجو أن نحرس المقدسات بطريقة مقدسة وناس كتير ساعات يعصروا بسبب الصدمات اللي بتحدث نتيجة خلافات في الأفكار أو عرض العقيدة بشكل فيه شيء من التوتر والإدانة والهجوم بشكل غير مريح يعني في سيرة المكابيين الخمسة في القرد الثاني قبل الميلاد واحد منهم اسمه العازر لما لقى الأعداء جايين وراكبين على معقلات جنود فيه لكن فيه فيرة معقلات جنود فأخذته لغير المقدسة ودخل تحت فيلم النوم وطعنه بالخنجر فوقع عليه الفيل مات يعني غيره نفسي كانت محتاجة برضو نفكر بشكل أفضل فقد حياته كان ممكن يشترك بشكل أو بآخر بدون ما يتسرع كده وشامعي ابن جيرة لما شتم داود النبي وحاول شخص آخر يقتله داود النبي رفض وقال له سيبه دا ربنا اللي خلاه يعمل كده سيبه ممكن ربنا ينظر إلى إلى زولي ومسكنتي واليهود اللي سمعوا استفانوس في دفاعه المشهور في سفر الأعمال هجموا عليه بنفس واحدة طبعا ليس عن غيره مقدسة وأنه ما انفعال شخصي وفروض واحد برضه يفرق ما بين انفعاله الشخصي وكرمته الشخصية وأنه بيغير على ربنا وعلى أبيت ربنا ولذلك اللي بيتطهدوا المسيحيين عبر أجيال كتير وعبر كورون كتير يظنون في أنفسهم أنهم يقدمون خدمة لله سيد المسيح نبهنا لك يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله يعني أنا أتمنى أن لما يكون حد بيغير غير مقدسة أو متضايق بسبب مخلفة معينة يفكر بحكمة إيه الدور اللي ممكن يقوم بيه بحيث بيبقاش فيه خسائر يعني يعني طبعا كل واحد بيبقاش رجع لي حاجة كويسة غيور حاجة كويسة بيدافع عن إيمانه لحاجة كويسة ما بيقبلش أخطاء ومسكتش عن التجاوزات حاجة كويسة كيف يعبر عن ده زي يعبر عن ده بشكل لائق لأن ساعات الناس برضو زي ما قلتلكم بقول مرة تلتا يعصروا بسبب طريق الدفعن أو بسبب يعني مثلا ينفع واحد يقول اللي يقول للتاني أي يقول لجماعة من الناس توبوا يا كذا يا ممكن يشتمم عشان يتوبوا ويعتبالها غيرا مقدسة وإنه ما كانش ينفع معهم إلا كده على رأي أحد القدسين ربما يكون الشيخ الروحاني يقول فم العفيف يتكلم بالطيبات ويلز صاحبه ويفرح سامعين كمان هل كلفت بدور أنك تدافع؟ يعني أنت مكلف بحاجة زي كده بحكم أنك خادم مكلف في حدود ما بحكم أنك قط بكاهن مكلف بشكل ما لكن سواء أنت بدرت أو كلفت بتنفذ ده ازاي؟ فيه النصح بحب فيه التفاهم فيه عرض المساهمة ببازل ودون تشهير بحد أو نقد لازع الغير الضوء تبقى حسب ما الشيء طلع طبعا أنا قلت الكلام ده علشان ما حدش بعد ما سمع قصة فنحاس والغيرة المقدسة ونرد غضب وردنا عن الشعب وأوقف الوباء ومتدح وكرم في نسله أن حد يعمل حاجة زي كده زي فنحاس يعني يشوف حاجة غلط مثلا فيجي ليقتلهم مثلا أو يضربهم أو يعبر عن غيرته بشكل غير مقبول ويجيب نتيجة عكسية حسنة هي الغيرة في الحسنة ويجب أن تكون الغيرة بحسن مشيئة الله وما زلنا نمتدح في نحاس على غيرته أما التعبير عن الغيرة نفسها فلازم الرجوع للأب الروحي أو المرجعية بتاعته يقول له أعبر زي عن غيرتي اتجاه الأمر ذا أو اتجاه ما سمعت أو اتجاه ما قرأت أو شفت بعنايا ولإلهنا المك دائما أبديا أمين موسيقى 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 موسيقى